السلام عليكم شبابنات وشنوكم مشاهزين بأحسن حمار طبعا وهي من طلاب ديسل وسائل باليوتيوب والتعليقات والآخر هي انه بس نشكر محاضرة حتى له بسيطة طرح نشكر لكم اليوم المحاضرة الاولى والثانية او نشكر لكم ورطيكم الملخصة او الشارات المهمة طبعا بالمحاضرة الاولى هي تتحدث بشكل عام وما طولها عليكم انه طرق ادخال الادوية الى جسم الانسان طبعا طرق ادخال الادوية الى جسم الانسان هنه هو الطرق قسموهن الى اربع طرق قاسية اللي ه طور القسموهن الانسان طريقاط ادخال الى بدن Посوقوهن الى البن طريق التنفس. هاي بشكل اساسي الانواع. شلون يجني؟ يجني التعدار صح وخطأ. ومثلا يقل لك. يقل لك من عن طريق البنت كالذوت كل هين عادة مثلا يجيب لك مثل انترا موسكولر انترا فيناس انترا تريكل. او يجيب لك مثلا اه 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 دكترام. انت اكيد تعرف انه دكترام هي مو عن طريق البنت كالذوت. تمام? وخالك دمع البقية يعني تحفظ. ادنا الشارع المهمة اللي هي الادفانتيج عن الدس ادفانتيج. المميزات والعيوب الخاصة بكل طريقة. ادنا المميزات والعيوب لكل طريقة ما شرحين بشكل مفصل شرحين كلاث اه اه ادفانتيج ورز اف ادفانتيج اه اه كلاث طرق اساسية اللي هنه الانترا موسكا وانترا فينس. اوكي بأتبعنا ذلك الطرق الرئيسية لنتحامل ويها. طبعا ملف البي دي اف تقدر تلقاه بقناة تليجرام جوه رابط بالوصف. اول طريقة الانترا عفوا المنتري تمام? شيء المزايا انه هي طريقة سيفروت طريقة امنة اه كونفرت او سهله كونفورت مريحة يعني متعب للبايشنت. اخر شيء ايكون ميكا يعني اقتصادية وما تكلف تمام تمام تمام. شنون العيوب مالتها انه هي ادراق اكشن ازي سلو. عمل الدواء الكم بطيء. اه 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 ارثين دراق سكمنوت بي ادمانستيشن. لا يمكن تناول الوية المهيجة تمام. ولا يستغنم في حالات القيء والاسحار الشديد تمام تمام. الحقن العضري الى ميزات ولا يعيوب ايضا. من ميزات انه معدل الامتصاص اه موحد تمام تمام. يعني شو معدل الامتصاص واحد يعني الادوية كل هين يمتصر بنفس الكيمية مثلا عشرة موة كل هين يمتصر بخلال ثلاثة داقة تمام تمام. كل هين كل الادوية. اوكي اوكي. ثاني شيء الاونست يكون اه فاستر. فاستر طبعا فاستر هو التش Inv, اوكي اوكي. الميزة الثالثة انه يمكن يطير في حالات الاسحال او القايا. اوكي? اوكي. العيوب ما التأكيد هو المape العيب الثاني انه ما نقدر نطيق دول بحجم اكثر مشرقة من 10 ثمر بناء لا يمكن أن تطعي أحجام كبيرة من تقوم بإمكانك نظام وطاعة من المطلوب مثل تطعي 500 cc من المفلوم تمام تمام و على الأخير طبعا من المطلوب كيف يمكن أن نطعي دم عن طريق هذه الطريقة من الطريقة عيوبة يمكن أن تطعي دم عن طريقة تطعي الان يمكن وقوف المفعول الدوائي حان ما يصبح الدواء محقوم يعني الى دراك بس يدخل تاخد الجسم بعد احنا ما نقدر نتحكم به يقول لك الخبرة تحتاجها حتى تتمكن ونعمل لانت تعرفون بيتر بنص لازم تشتكنيولي لازم تشتجاس العطار قفينكسيت الاخري يعني اراد لترتيبات وممانسة من الميديكار تيم مو عي واحد او انسان طبيعي يقدر يسوي هذا الشي ادنا ادنا جهاز او الادوية الاستنشاك تبدأ نستخدمها مثل دراي باودر دراي باودر يعني مساحيك جافة او باودر تمام مثل يش مثل رضا السمباتول مستضم في عملية توسع الشعب الهوائية المحاضرة الثانية خاصة ناخذنا المحاضرة الثالثة ويعابة تبقى محاضرة ايضا بسيطة عندنا اللي هي تتحدث عن الانواع او الاداقز اللي تأثر لنا بالكارديو قبل ما ندخل بالجدول ونشرح تفاصيلة عندنا مقدمة وسيطة نقراهم هذه المقدمة هي عن الهارت الهارت كنا نعرف شنه هم تكويناته وشنه هي طبقاته طبعا الهارت تتكون من ثلاث طبقات اساسية اللي هنه الابيكارديوم والمايوكارديوم والاندوكارديوم على التوالي هذه الطبقات اليابين بينها هي الطبقة الخارجية المحيطة بالقلب المايوكارديوم هي الطبقة الداخلية اللي تتكون من هذا الهارت والاندوكارديوم هي الطبقة التغلف داخل الغراف الخاص بالقلب اوكي اوكي تابز ما دراكس الانواع الادوية مسترمة تحسين وضع في القلب واللي وعدمي هنه ست انواع اساسية اللي هي انتر هايبرتينشيلي هيرد فييلر الانتي اريثماتيك انتي انجينار انتي كلوتينك انتي بليتليت دراكس وار هايبرلوبيديمية تمام تمام ذاني ست انواع ايضا نجي انك يمكن كدعداد هاي عرفنا الشعارة الاساسية عن ذاني او المقدمة الاساسية بسطة نرجع للدراكس للدراكس عندنا احنا ما راح نشترى عليه بذلني ادري هو الهايبرتينشيلي او صحول الهايبرتينشيلي الهايبرتينشي عندنا ثلاث قروبات اساسية من الالاج القروب الاول صحول ديروتيكس اللي هن المدررات الثاني قروب هو البيت بلوكات ثلاث قروب هو الكاليسوم تشنا بلوكات تمام تمام عندنا كل هن ما بيهن انواع علاج الديوتيكس بين ثلاث انواع اساسية هن الثالثين ديروتيكس اللوب ديروتيكس والكي سبرينج ديروتيكس تمام اوك 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 عندنا اسموع الالاجات ذا اني قدامكم تقرأ مثل 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 بيت بلوكر وهي نوع من الالاج هن البروبونول والميتابورول تمام تمام الميتابورول يشتري على بيتا 1 و بيتا 2 الميتابورول يشتري على بيتا 1 فقط انا اه طبعا تمام الادوية بهن سايد افكت شنوه السايد افكت ما لديهن انا السايد افكت الخاص بالبيت بلوكات هنه خمس نقاط والاستايد افكت الخاص بالكاليسوم تشنا بلوكات هنه ايضا خمس نقاط هذان يجي يمكن كتعداد او يجنق قارن بين اعطفهم مثلا 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 ثانية اثنين يسوون هايبوتنشن هان اقطة الاولى البيت البلوكر يسوي ببنى ايضا براديكار ديه يسوينا فوتج براديكار ديه فوتج تعب انزومية للقلق او السهر او ما يخلوها ينام احتلال الوظيفة الجنسية ها بالنسبة البيت البلوكر بالنسبة الكالسيوم بلوكر يسبب ان هدهز يعني الم فالرأس او صداع ديزاينز فلوشينج برافرا قدمة وعدنا ايضا هايبوتنش هاي السايد افكت الخاصة بال شنو الخاصة بالكالسيوم بلوكر طبعا كالسيوم بلوكر هي بيها مرار او نقطة يمكن تجي صحة وخطأ او الاخره يقول لك كالسيوم بتجيب الوكر ان هاي بلوكر ان هاي دوز كان مي بي ام اي او مايو كاردية ان فركشن طمم انو يقول لك كالسيوم بتجيب له كذا السادقنا بجراءات عالية خاصة ليش خاصة يعني اكتباع بالسين والذي الممرارف بالقلب يمكن تسبب لهم ام اي او مايو كاردية ان فركشن تجي كان لقضيك صح او خطأ اي محاضرة يشوفون انتم مصابع عليكم كتبوا اللي رقمها بالتعليقات رجعا رقمها بالترتي مع الدكتورة مو تقول لي سبع عملية وهي تطلع 14 تمام تمام حتى احاول اخرصلكم اياها او ارجعلكم اياها ان شاء الله بثيمة الله وبس اللي هنا وصلنا لنهاية المحاضرة بيوفق محفظكم جميعا موسيقى